فأمان الله نعم شيخ الكريم مرتعكم الله بالصحة فنعود إلى موضوعنا شيخ الكريم هل للمرأة أن تذهب إلى المقابر وتزور المقابر أم لا تذهب حضرتك عرضت الأحاديث بين الجواز والمنع وضاق الترجيح نعم لسا ما عرض لاش البال المنع لسا طال المقام بس نعم شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام ونصول الله عليه الصلاة والسلام بينا في أحاديث الجواز حديث بريدة رضي الله عنه كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها وحديث أم المؤمنين عائشة وقلنا أهمية الحديث أنه كان في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد سألت أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول إذا ذهبت إلى المقابر فلو كان هناك منع لا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لها أنه لا يجوز المرأة أن تزور المقابر وعندنا حديث سالس أن أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمرأة تبكي عند قبر فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري قالت إليك عني فلم تصب بمصيبتي ولم تكن تعرفه فقيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام فالمرأة لما علمت أنه النبي عليه الصلاة والسلام فإنها صارعت إلى بيتي لم تجد عند بيته أو عند باب بوابين يعني لا أحد يمنعها من الدخول فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله لم أكن أعرف فالنبي لما يلتفت إلى هذا عليه الصلاة والسلام وإنما قال يا أمة الله أو قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى فلو كان هناك نه لبين لها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يجوز في حق النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر البيان عن مقتضى الحاجة فضلا أن يكون في وقت الحاجة إبا ذي حديث جوزت ناتي للمنع عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعنى النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور وفي الرواية الأخرى لعنى النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور الرواية التي فيها لعنى النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور ليست صحيحة فأنا خرجها عن المسألة وما صح هو لعنى النبي عليه الصلاة والسلام زوارات القبور أب زوارات دي صيغة مبالغة فعالات فقال العلماء وفي حديث آخر نشير إليه أن بعض أهل علم أيضا رجح بناء عليه وهو ليس بصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل فاطمة رضي الله عنها ابنتهم وهي سألها من أين أتيتي قالت من عند آلي فلان كنت أعزهم قال هل ذهبت معهم إلى الكدة المقابر يعني قالت لا قال لو كنت بلغت معهم الكدة المقابر ما رأيت الجنة حتى راها جد أبيك فهذا الحديث من ناحية السند ضعيف ومن ناحية المتن فيه نكارة ظاهرة لأن الذي لا يرى الجنة هو الكافر لكن ليس حتى لو أنها كبيرة من الكبائر عندما نقال أنها كبيرة من الكبائر فهي نكارة في المتن فهذا نستبعده ونستبعد الحديث لعنة نبيه زائرات القبول بقي معنا حديث إيه زوارات القبول طيب العلماء اختلفوا في كيف نوجه خلاف أهل الإلم الجمهور على أن النسخ هو آخر مكان من النبي عليه الصلاة والسلام والحديث اللي ولعنة النبيه زوارات القبول نسخها بحديث كنت نهايتكم عن زيارة المقابر ألف ظروه وبالتالي الجمهور على جواز زيارة النساء النساء للمقاب بضابطها بالضابط دي تكون الرجال وتكون النساء والنساء أشد فالجمهور على القول بالنسخ وعلى جواز زيارة النساء للمقابر ومما يرجح القول بالنسخ أنه أن أم المؤمنين عائشة كما أورد الحاكم وصححه الزهبي والبصيري في مصبح الزجاجة والألباني من المعاصرين وغيرهم من أهل الإلم أن أم المؤمنين عائشة قابلها ابن أبي مليكة فسألها فقال من أين أتيت يا أم المؤمنين أو يا أم فقالت من عند قبر أخي عبد الرحمن فقال لا سؤالا واضح وده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام نها عن زيارة النساء للمقابر فقالت نها ثم جوز يبقى ده يؤيد قول الجمهور بالنسخ يؤيد قول الجمهور بالنسخ وخصوص الحديث ده إن النهي منسوخ يعني والحديث الذي أشرته إليه كان في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام سألت عائشة النبي ماذا أقول؟ ده القول بالنسخ هناك من أهل العلم من قدم قال إنه النهي نعم النسخ نعم لكن خرج منه صورة مخصوصة قال إنه لا مانع أنه تخرج صورة مخصوصة وهي زيارة النساء للمقابر فخرجت من عموم النسخ وهذه مسألة أصولية يعني قالوا حتى وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال مقدما قبل أن ينسخ الحكم قال بلعن زورات القبور قالوا تخرج هذه الصورة وإن جاء النسخ متأخرا ودي مسألة أصولية يعني هل يشترط أن يكون الخصوص يأتي متأخرا عن العام يعني العام أو يأتي مقارنا للعام أو يأتي سابقا للعام يعني الكلام أصولي شوية لكن عليه الصحيح يعني أو الراجح أنه لا يشترط أن يكون الخاص متأخرا أو مقارنا إنما طالما في صورة مخصوصة فنحن نخرجها فالحنبلة ذهبوا إلى هذا قالوا أنه أنه دي صورة مخصوصة يعني في نسخ في حق الرجال لكن النسخ لم يشمل النساء ولوجود ورود هذا التخصيص لكن هذا يرد عليه أو يرد عليه الأحاديث التي ذكرناها أحاديث أم مهين عائشة ولا شك أنها أدرى الناس أن النبي عليه الصوء إلى السؤال مباشرا ألم يكن نهى النبي عليه الصلاة عن زيارة المقاب النساء المقاب قالت نهى ثم أزن عليه الصلاة عن زيارة المقاب على العموم نهى ثم أزن والحديث الذي في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يرد على القول بأن هذا خصوص خرج من العموم ومن أهل العلم قال جمع بن أدل وقال بالكراها قال يكره للمرأة أن الكراها ليست آسمة إذا زارت المقابل لكن يكون مكروا كما قلنا بالأمس طب الراجح في المسألة لأنها مهمة لنسأل فيها كثيرا الراجح في المسألة ما عليه جمهور أهل العلم من جواز زيارة النساء للمقابر لأن الأدلة في الحقيقة معهم والأدلة أقوى ونقول كما قال شيخ الإسلام المتامية زيارة المقابر تنقسم إلى قسمين شرعية وبدعية زيارة المقابر الشرعية لها ضوابط تشمل الرجال والنساء وزيارة الزيارة البدعية تشمل الرجال والنساء فجمعوا حتى لو قلنا بالجمع فنقول أن لعن من النبي عليه السلام للمكسرات من الزيارة شغلها الشاغل كل يوم كل يوم طالع المقابر زورات زمنا ومتقاربا ووقتا تمكس عند المقابر كما نرى الآن بعض النساء تذهب في بعض الأيام تمكس اليوم بكامله من الظهر إلى المغرب ويقيمون هناك ومنهم من يبيت هذا يدخل في الناهي لأن هذا يدخل في زورات القبور يبقى إحنا نخرج صورة زورات القبور اللي هو يكسرنا الزيارة ويقمنا عند الميت الموتى أنت استفادة الدعاء يصل إليه من أي مكان استفادة لك أنت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه تذكر بالآخرة إذن خلاصة الموضوع الراجح جواز زيارة النساء للمقابر بالضوابط الشرعية اللي في خروج المرأة وقال لا تكسر من الزيارة وقال لا تجعل هناك أياما معينة تزور فيها وقال لا تقيم كثيرا عند القبور كالأعياد مثلا أيها الأعياد ده طبعا ده بدعة لا يجوز زيارة النساء أو الرجال للمقابر الرجال والنساء ده زيارة البدعية ده عياد فيها فرحة وفيها سرورهم قلبوها إلى أحزان فهذا هو الرجح المسألة والله أعلم